موسيقى تعرف أحبائي إليا يعني لما صلى صلواته تعتبر من أقوى الصلوات في العهد القديم اللي عملت شيء في حياة الناس لدرجة كيف بتعرف مثلا خلينا أقفز النبي الحقيقي من نبي الكذاب المسيح شاهدة لإليا تعرفوا إليا كان رجل المعجزات هو اللي أنزل نار من السماء هو اللي نزل أو أغلق السماء وفتح السماء لنزول المطر هو شخصية عجيبة كان بيسمع وبطيع صوت الله في أيام القحق في سنين الجوع ذهب لمنطقة تسمى نهر الكريث يعني جد والمياه عادة بالشتاء والربيع في وسط الصحراء وكان هناك يشرب المي والأغرب من هذا الله كان بيسدد احتياجاته في أغرب وسيلة الغربان الغربان كانت بيجيب له كل يوم صباحا ومساءا خبز سخن ولحم طبعا هذا النوع من الأكل فقط في قصر الملك والغراب معروف عنه أنه طائر أناني لا يعني لا يطعم أو لا يأخذ خبز للآخف فهو من الطيور الأنانية ومع كل هذا بتشوف القوة الخارقة القوة الإلهية أنه سمحت لإلهية أن يروح إلى نهر إكريت وكانت الغربان تعيل إلهية قال قد أمرت الغربان أن تعولك وطبعا في أواخر الصيف النهر بجف فلازم يروح لمنطقة تانية اللي هي منطقة لبنان اللي فيها أرملت صرفة صرفة هي بلدة صغيرة قريبة من صيداء أو تسمى صرفة صيداء والأغرب من هذا أنه هذه الأرملة اللي لم تكن من شعب الله يعني من شعب إسرائيل كانت في نقية لبنانية وكانت على آخر وشك الحياة عم بتحضر إرغيف خبز إلها وإبنها والرب طلب من إلية يروح عند هذه المرأة عند هذه الأرملة ويطلب منها أن تعمل كعكي بالأول لا إله وبعدين إلها ولا الولاد وبعدين اتنبأ كيف بدك تعرف كلام النبي اتنبأ وقال لهذه المرأة لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض وفعلا ذهبت والكتاب بقول كوار الدقيق لم يفرغ كوز الزيت لم ينقص حسب لاحظ الكلام حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلية وهي المرأة صار في معها مأساة إنه ابنها مات فالرب استخدم إلية بإقامة ابنها من الموت ففي العهد الجديد لما الرب يسوع اتكلم لأهل الناصرة اتكلم عن حادستين في العهد القديم عن إلية لم يرسل يعني كان فيه أرامل كثيرة في إسرائيل لم يرسل إلى أي واحدة إلا إلى أرملة صرفة صيدة وهون بعبر عن الإيمان وطبعا الحادس التاني إنه كان فيه برص كثيرون في إسرائيل لم يطهر أو لم يشفى أي واحد منهم إلا نعمان الأرامي نعمان السرياني فهو كان من سوريا والأرملة كانت من لبنان مش من شعب الله فالمسيح عاوز يقول إنه الله ليس عنده محاباة اللي بيتحرك وبيتعامل بقوة الإيمان الله بيسمع والله بيستجيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة